أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالجرعات التنشطية المضادة لفيروس كورونا وذلك خلال الفترة القادمة وأوضحت الوزارة أنها أتاحت للمواطنين المصفحقين للجرعات التنشطية إمكانية تغيير مكان تلقيهم للقاح وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن 105 وطلب التغيير مؤكدة إتاحة الجرعات التنشطية لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم باقي الطلاب المستهدفين بالمدارس فور انتظامهم بالدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني